هذه المرأة الصالحة كنا على مقربة من موطن الحادث الذي حصل فيه الحادث وكانوا تسع نساء وهي عاشرتهم والسائقوا معهم حدثني بالقصة من عايش الحادث ورأاه ولكن ما دار في الباص حدثني به صاحب الباص قبل وفاته رحمه الله رحمة الواسعى ما هو من فات القصة؟ أخيتنا أم محمد صالحة ما علمنا عنها إلا خيرا خرجت وكان الأخوات للأسف الشديد كما سمعتم نداء الشيطان احتل كثير من بيوتنا فطلب الأخوات المدرسات غفر الله لنا ولهن لأنهن الآن تحت التراب هؤلاء الأخوات طلبنا من صاحب الباص أن يجعل لهم من الأغنيات على الطريق حتى لا يمنون بزعمهم قالت خيتنا الصالحة ورفعت صوتها يا فلان اتق الله أنا لا أريد الأغاني ولا أريد أن أسمع الحرام ولا أريد أن أغذب الله عز وجل فاتق الله وأبنكه يقول هو يحدثني يقول فرددت عليها بغلدة وجفارة ماذا تريد أن أصنع؟ هذه رغبة المدرسات وأنت واحدة يقول فشغل المسجل على الغناء وبدأ المغني يغني بس الله السلام والعافية وهن يتراقصنا ازدادت الحركة في الباص غفل السائق بين غفلة عيني وانتباهتها يأذن الجبار حينما يغار سبحانه وتعالى غار الجبار جل جلاله في سماءه فأمر ملك الموت أن يقبض الأرواح انحرفت السيارة فاستدمت بسيارة عن مقربة الطريق ثم في شبك الطريق ثم انحرفت وإذا بها بسيارة كبيرة قد قطعت الأشلاع إربا إربا اتصل الشباب من نعرفهم بمقربة من الحادث وكنا ستة أشخاص الحق يا فلان هناك حادث مروع لمدرسات في الباص حاولوا تتصلون بالإسعاف اتصلنا وصلنا إلى موطن الحادث وكان قريب من السكن الذي كنا فيه أثناء الدراسة الجامعية وصلنا إلى موطن الحادث والله يا إخوة والله الذي لا إله غيره تجد امرأة جسمها هنا وفخذها هناك وأخرى رأسها هنا وأنفها في الطرف الآخر وأخرى لم نرى منها إلا جزء بسيط جزء من صدرها وشيء من نحرها وسوأتها أجاركم الله غطينا من نستطيع تغطيته بحثنا ما وجدنا إلى الآن ولا واحدة من الأخوات على وجه الحادث ومصداق هذا يا إخوان قول الله عز وجل لما قال هذا الذي مر على قلوبنا ونحن نرى ذلك الموقف دماء في كل مكان الثياب مقطعة الأشنا في كل مكان بحث وجدت السائق فقلت للشباب تعالوا يا شباب السائق حي تعالوا نحاول نلقنها الشهادة لعل الله عز وجل أن ينقذه بنا ولعل الله يشفعه فينا أتينا إلى السائق والله يا إخوة أنظر إلى وجه الرجل والدماء تخرج من فيه كأنها نافورة حاولت فرفعته وأسنته على ركبتي وبدأت أضرب على صدري حتى ينزل الدم ضربا خفيفا يا أخي قل لا إله إلا الله هذا الموت إلا أن يشاء الله فيرحمك فاصبر واحتسب ردب لا إله إلا الله والله يا إخوة فبكى بكى الرجل تلقائيا فقلت له يا أخي هل هناك من أحياء قال أنا لا أعلم لا أعلم إلا أن السيارة ألقت بي وكان الباصي إخوان قد وقف على طرف من رجله بدمائه يعني لا يكاد ينجو إلا أن يشاء الله فحاولت بالتي ولت إياه أن يردد معي ما رددت ولكن قال أعرف أن الله عز وجل قادر هذا الذي ردده فقلت له يا أخي ما الأمر قال يا شيخ أسألك بالله ستجد شابة صالحة إن وجدتها فأقرعها مني السلام واجعلها تغفر لي وتدعو الله لي أن يغفر الله لي فأنا الصبر مات مالت نفسي وأنا أسمع الكلمات قلت أين هي قال موجودة ابحثوا عنها وأسأل الله أن يرحمه ويعفو عنه قل لها تسامحني كنا كذا وروي ألي القصة ولكنها بصوت متقطع طيب أين هي الآن قال ابحث عنها تركت الرجل تعدينا عنه قليلا قال الشباب الرجال يطلبك الحل فأضت روح إلى الله تعالى جئنا نبحث وجدت واحدة منهم وكان وضعها مزري قليلا مكسرة من كل مكان حتى إن صدرها وسوأتها وكل شيء من جسمها قد تعطى غطيناها ولله الحمد حاولنا تذكيرها فقلنا لها يا أخي أنت الآن في وضع لا يعلمها إلا الله استغفر الله ردت عليك الموح اغلبتك قلت قولي لا إله إلا الله يا أخي قالت ما بي انقلع يا فلانا قولي لا إله إلا الله فبدأت تهز رأسها يا أخوان بهذا الشكر تركتها حاولت ما استطعت بقي الشباب بجوالها يقرؤون شيئا بسيطا من القرآن وأنا أبحث بدأ النور يظهر قليلا والله الذي لا إله غيره وصلنا إلى الفتاة وكانت بعيدة عن الباص أكثر من تسأة أمتار تقريبا هذا بالتقريب وصلت إلى الفتاة أول ما أتيت إليها وضعت يدي على رأسها حتى أرى حرارتها هل هي حية أم ميتة هل هي لازالت حية أم لا جيت إليها ولا أرى إلا أثر الضربات الدماء على العباءة والله يا أخوان كأنما لفها الله بعباءتها فأنزلها ما رأينا بياض ولا سواد كل الشباب اجتمعوا والله يا أخوان بين باك ومسبح وذاكر سبحان الله من حفظ هذه الفتاة من بين تسع فتيات هذه الوحيدة التي حفظت هذه الوحيدة التي يفرح الإنسان والله بها فوضعت يدي عليها فقلت يا فلان قولي لا إله إلا الله فبكت رحمها الله بكت وقالت اتق الله ارفع يدك عني لأني ضعيفة ومسكينة تستبيح جسدي قلت يا أخي أنت ستموتين قالت والله الموت أحب إلي من أخون أبو محمد وهو في بيته نعم والله أحب هذه كلماتها ماذا أقول أبكي ماذا أقول أدعو أخفف عنها الألم ثم وضعت يدي مرة أخرى فقلت يا أخي أبشر بالخير الله موجود الله لن يتركك قالت أبشرك أنا على خير لكن لا تحطي ذك على جسمي رفعت يدي وجلست تذكرها بالله والله يا أخوان ما سمعت منها إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تركتها قليلا حتى تهدأ وصل الإسعاف بحثوا ما وجدوا قلت هذه حيا والله يا أخوان كل الإخوان تعجبوا كل الإخوان بدأوا يهللون لا إله إلا الله هكذا خرجت من الحادث قلت والله ما قربت جسمها أبدا هكذا خرجت من الحادث متسترة ما ظهر بياض منها فرجعت مرة أخرى وقلت يا أخي الإخوان سيحملون قالت لا يرحم والديك لا لا حد يقربني ماذا أقول لله تعالى عن جسمي لو لمستوا بالحرم قلت يا أخي ستموتين قالت الموت ترحم يا أخي لا تحطي ذك على جسمي أنا حرة لا تحطي ذك على جسمي قلت يا أخي ستموتين قالت الموت ترحم تركناه حتى أغني عليها شاء لها الإخوان ركبت معها في السيارة أنا واثنين من الشباب وصاحب الإسعاف وصاحب الإسعاف يقول هذه صالحة لا تخاف عليها قلت ما من خوف لكن حالها يجعل القلب يتفطر فجلست على رأسها أقرأ شيئا من الآيات والله يا إخوان أن يسمع منها كلمات أحفظها إلى الآن وكأني أرى المنظر أمامي في ذلك اليوم مع بدو فجره ولا نرى منها شيئا والله ما رأينا منها شيئا أبشركم أنها صالحة وستعلمون الآن ماذا ختم لها به ما إن وصلنا ونحن في القرير وهي تردد اللهم أنك تعلم أني ضعيفة يا الله أن ترحمني اللهم أنك تعلم أني ضعيفة يا الله أن ترحمني وتردد لا إله إلا الله وصلنا المستشفى أخذنا المرأة حملت وضعت على السريع قال الدكتور المرأة المرأة إن جثت تلك منها من الله تعالى حسب ما ذكر لم قلت لماذا قال يكاد أن تكون الكسور عامة جميع الجسد لا تنسون يا أخوان أن الباص قذف بها من نسافة بعيدة فسقطت على الأرض بكل قوتها ذكرناها بالله فبكت رحمها الله تعالى قالت أسألكم بالله من يستطيع أن يصل إلى أبو محمد فليفعل أريد أن نودعه ونلقي عليه السلام صدت عن المرأة وأنا أبكي ماذا أقول والشباب من حولي أصبر واحتسب يا فلا قلت مثل هذه والله نفتخر بها نفتخر بها مثل هذه فوقفت على رأسها ثم خرجت ومعي الدكتور ومعي الإخوان لعل الله عز وجل أن ينقذها بدأت نبضات قلبها تسلع وبدأت تنفس يضيق ننتظر حتى يصل زوجها في تمام الساعة التاسعة والنصف سباحا وصل الزوج دخل المستشفى وهو يردد أين العفيفة أين الصالحة أين المؤمنة أين القائمة يا أخوان أنتم ما تدرون والله ثم والله أنها ما تترق قيام الليل أبدا والله لا تخلق إلى فراشها إلا بعد أن تقم لله ما شاء الله لها قل تعالى فأمسكت بيده ومسحته على صدره وقل تصبر واحتسب هذا أمر الله هذا أمر الله ويعلم الله أني أنا بحاجة لمن يصبرني وصبرت الرجل فدخل الرجل رأيت منظر من أروع المناظر التي ما رأيتها في حياتي رأيت منظر يجعل والله أصحاب القلوب تتحرك دخل الرجل فأتى إليها ثم سلم وردت السلام فقالت اقرب اقرب يا أبو محمد ود ودعك فقرب الرجل وأمسك بها ثم ضمها إلى صدره ضمها إلى صدره ضمة المحب لحبيبته وقال يا أبو محمد ابشري أنت على خير قالت يا أبو محمد لا تظني أخاف من الموت أنا ما أخاف من الموت لكن أمانة أولاد الصغار إن سألوا عني فأخبرهم أني أن تظرهم بإذن الله في الجنة تركها زوجها قليلا ثم عادت فقالت يا أبو محمد أسألك بالله سامحني سامحني فالله يعلم أني ما خنتك والله يعلم أني ما قبلت أحد منهم أن يضع يده على جسمه فتكفى يا أبو محمد لا تروح أنت غاضب فأخشى أن الله يمنعني من الجنة يا أبو محمد وهي تبكي ثم ضمها مرة أخرى إلى صدره فقال أبشر يا أبو محمد يا أم محمد أنت العفيفة أنت المصلية الذاكرة قالت اللهم اللهم يا رب السماوات أسألك يا إلهي أن تحسن خاتمتي وأن ترعى أولادي فوالله ما أملك من الدنيا أغلى منهم ثم ضمها إلى صدره مرة أخرى والله إني أرى الموقف أخوان وأرى دموعه تنهمر وهو يبكي ويتحسر ولكن ما إذا يملك الله أراد هذا الله أراد هذا ثم ضمها الثالثة وبكى والله حتى أبكانا قال يا أم محمد الله يعلم أنك تصومين وأنك تقومين فأبشر والله الذي لا إله غيره إني أشهد لك بالجنة فكنت نعم المرأة فبكت رحمها الله تعالى ثم قالت يا أم محمد يا أبو محمد أقل الأولاد السلاق والله إني في خير وأراء ناس قد أقبلوا علي فلا تحرمني لذة الجنة يا أبو محمد يا أبو محمد لا تحرمني لذة الجنة فبكت رحمها الله بكاء عظيما ورددت اللهم اغفر لي وارحمني اللهم إنك تعلم أني ما خد ولا عصيت فارحمني ويا ربنا عهدتي الأولاد أبو محمد فاضت روحها يا إخوان وهي تردد لا إله إلا الله فاضت روحها وهي تردد لا إله إلا الله موقف في حياتي ما رأيته هذا الموقف والله لو تعمل كل واحد منكم كيف نفارق الدنيا بذنوبنا ماذا نقول هذه امرأة خرجت بلا إله إلا الله أنت كيف ستخرج من الدنيا فاضت روحها وهي تردد لا إله إلا الله كم من لسان سيتعثر عن سكرات الموت كم من روح ستتردد حين خروجها هذه خرجت والله قد رحمها والله إني أراها وهي تبك مشتاقة إلى الله أما نحن نشتاق إلى من خرجت المرأة روحها وهي تردد لا إله إلا الله والشباب نقف على رؤوسهم ونردد لا إله إلا الله أحدهم يدفل على وجوهنا والثاني يسبنا والثالث يغني والرابع يسب الله جل جلاله كيف يكون لقاءه مع الله تعالى هانت عظمة الله في قلوبنا فهنا عندنا هانت عظمة الله في قلوبنا فكبض أرواحنا ملعونة ولكن والله إنها عبوة وعظة إن كنت تريد نفس خاتمة المحمد فاتق الله في سرك وعلنك والله إني أذكر ونحن نحملها تبكي تقول اتق الله نزل يدك اتق الله نزل يدك هذه مرأة صالحة ما تقول من خلعت الحجاب ما تقول من تتنت الرجال لكن أسأل الله أن يرحمنا ويرحمها وأسأل الله أن يجعل قبرها روبة من رياض الجل وأن يحشرنا بها مع الحبيب صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يحسن خاتمة وخاتمة وأن يحسن خاتمة الجميع رجالا ونساء الله أعلم هذه القصة أكرمني ربي بصدري أمشي بجناني وبقصري أكرمني ربي بصدري